يتواصل مسلسل الظواهر المرضية والنكبات الصحية التي تتوالى على اليمن وتتزايد في صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا الإرهابية بالتزامن مع عودة أمراض وأوبئة قاتلة سبق أن تخلص اليمن منها منذ عقود يبرز داء الكلب الذي عاود الظهور ليسجل أرقام قياسية في عدد الإصابات والوفايات في أوساط المواطنين بسبب انتشار الكلاب الضال تقرير حديث لمركز الترصد الوبائي بوزارة الصحة العامة في صنعاء الخاضعة لسطوة الميليشيا أكد أن عدد الوفايات بداء الكلب بلغ 33 حالة في أمانة العاصمة وحدها خلال العام الفائت فيما 40% من الوفايات كانت من فئة الأطفال بين 5 سنوات إلى 14 سنة وكشف التقرير عن أرقام صادمة لعدد حالات الإصابة المبلغ عنها والتي بلغت 474 حالة للعام نفسه منها 2112 إصابة داخل أمانة العاصمة و1935 من خارجها معظم هذه الحالات حصدها الذكور بعدد 374 من الحالات المبلغة وعدد الإناث 1043 حالة فيما تصدرت مديرية معين قائمة المديريات الأكثر إصابة بالكلب تليها منطقة السبعين وبني الحارث ما كشفه التقرير هي الحالات المبلغ عنها فقط من إصابات ووفايات بالجملة إذ يشكو سكان صنعاء وسائر المدن الخاضعة لسطوة الميليشيا من انتشار الكلاب الضالة التي لا تخلو منها شوارعها وأزقتها وأسواقها في ظاهرة منفلتة باتت تؤرق المواطنين ويعد داء الكلب من الفيروسات الخطيرة التي تنتقل بواسطة لعاب الكلب أثناء العضة يمر الفيروس عبر الخلايا العصبية حتى يصل إلى الجهاز العصبي المركزي في الدماغ يحدث فيه التهابات شديدة ينتج عنها تشنجات وشلل ثم الوفا خلال أيام في حال عدم الحصول على اللقاح الشافي عودة مقلقة للأمراض والأوبئة منذ الانقلاب الحوثي الذي تسبب في انهيار القطاع الصحي وانتشار الكلاب وأمراضها فيما تقف سلطات الميليشيا عاجزة تجهل طريقة مكافحتها وتمتنع عن اتخاذ أي خطوة لمواجهة هذه الظاهرة بحجة انشغالها بمواجهة ما تسميه العدوان فيما هي تتعمد نشر مظاهر الرعب والمخافة لقهر اليمني وإقلاق سكينتهم